الأخطر في المباراة إلى ضربة ركنية الزائرون في محاولة للتهديد الآمن الله الله يتقدم الظفرة بهدف أول من الضربة الركنية تتحرك الشباك ويسعد البرازيلي روجيريو ميكالي يا لها من بداية يا لها من بداية جميلة للضفراوية الزائرون بدأوا المهمة عن طريق المدافع هو اللي يتكفل عصام العدوى المدافع هو من يدافع عن حضوظ الضفراوية يتقدم بهدف في مرمى الضرحاني وصلت شوف الكرة حلوة حطها حلوة ليوناردو بريرا لكن عصام العدوى يضعها في المكان الجميل ويتقدم عندنا كرة يا ستار يا ستار يا ستار ولعت المباراة ولعت السوريز الأرجتيني يأتي بالرد واحد واحد بنياس يعود سريعا أي دقيقة في كرة القدم من خلالها الهدفين رئيسية معلم عرضية مثالية من محمد جابر يا ستار يا ستار نار 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 البدايات الأولى هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وبالتالي يبحثون عن عروض أفضل الله على كرة على لمسة على تسويب على نهاية يا ستار يا ستار سيمفونية يقدمها الضفراوية في مرمض ضنحاني أي فرحة محمد شيف هدف لذكرى الله 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 مدع ناظريك هنا التمريرة هنا هيئها براسة أي هدية وبعد ذلك محمد بالقدم اليسرى المدافعون هم من يسجلون للضفراوية المدافعون هم من يسجلون هم من يحركون الشباك هيا أهل يوناردو قال أخذ لك هدية ومحمد شيف ما يرد للهدايا قال له هديتك مطبولة فعل المدربين إصرار اللعب يا ستار الله 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 يا كبير يا كبير يا ديوب يا كبير هذه لعبتك بارو هذه لعبتك ملك الكرات الرأسية الأسد ماكت ديوب ينقض على الكرة ويوصلها إلى شباك فهد الضنحاني قبل لا تدخل كانت طبعا في طريقة الكل كان يقول رايحة للمرمى قبل لا توصل للشباك الكل كان يقول ما دام على رأس ديوب خلاص الأمور انتهت هذا هو بن جامين إيم هو اللي هيئها هو اللي قدمها بن فاهمين عليها رأس مينها عدل رأس مينها عدل وبالتالي ثلاثة الضفرة حتى بن ياس لما فاز في دور الخليج العربي خطير يا ستار يا ستار يرجع بن ياس يرجع يقلص الفارق حلوى المباراة جميلة كلما زاد الفارق كلما أعاد بن ياس الأمر مرة أخرى نحو الإثارة المتابعة إكمال المهمة في المرمى سالم هو من كان خلف الكرة سالم عبدالله بديل دانيل إيسايلام هو من يتابع الكرة وبالتالي وضعها في الشباك البديل هو من يعيد بنياس ويعيد الأمل ويعيد الحياة ويعيد السعادة للكتيبة السماوية رأسية كانت من إسحاق ردت فعل من عبدالله سلطان جميلة لكن هناك من يتابع هناك من يكمل